ما يحدث في قطاع غزة دلوقتي حضرتك تهجير التهجير هيبع على أربع دول ليست مصر فقط تهجير عشان يباحنا المخطط كامل موجود قدامنا وواضح إحنا عندنا غزة هم يريدون كان هناك عروض على مصر على مدار التاريخ بالمناسبة أن غزة تكون محافظة من ضمن محافظات مصر ومصر هي التي تحمي حدودنا مع إسرائيل مع غزة وإسرائيل بالمناسبة دي واحدة رفضتها مصر تماما وده ميزة أن يكون الحاكم بتاعك عسكري يفهم قيمة الأرض الموجودة وما وضعه في هذه الأرض ولا يوجد أي مخطط يمضي عليه ولا يورط الدولة فيه هو فاهم ما يدور بعدها دي واحد اتنين ما نفعش ده نفع عملية التهجير والعودة مرة أخرى يعني احنا نخدهم في سيناء وحنضع عليهم كل الكافة والضمانات التي يتعود مرة أخرى ويبقى يطع الحدود بيننا وبينهم وتكون حدودنا إحنا هي حدود مصر وإسرائيل وفقط لا يوجد فلسطين الضفة الغربية هتروح على الأردن ويتهجر الفلسطينيون من الأردن وبقيقة عرب 48 أو ما يسموا بعرب الداخل هيتجهوا إلى مزارع شبعة وقطعة من فلسطين في لبنان وأيضا عندنا الجولان فإذا أنت وزعت فلسطينيين على أربع دول عربية وبهذه الطريقة تكون إسرائيل الجواز الصفقة الإسرائيلي هو من سيعيش في هذه الدولة وفقط وبالتالي مارس رفضت هذا الأمر هي والأردن وكل الدول العربية وبالمناسبة دبلوماسية العربية ككل أعتقد أنها رفضة طبعا فكرة التهجد هو السؤال الغير مفهوم هم طلبوا من أهالي غزة النزوح للجنوب بيت حنون ورفحوا ورفحوا الحدود المصرية خلينا عشان يبقى الشعب الجمهور عارف على الحدود المصرية المشكلة أن هم قالوا لهم هتتحركوا علشان هنضرب هناك لما تحركوا عند بيت حنون دربوا بيت حنون يعني ضربوا ضربوا الناس لماشية في الحفلات غير الناس اللي ماشية في الحفلات ضربوا المنطقة اللي مفترض أنها في الجنوب آمنة أيوة ناس هتقعد فيه خلينا نقول أن الضرب المستشفى بالمناسبة لا يبقى إسرائيل لا تضرب مكان لدرجة يعني الناس بتتواصل مع الإعلامين صاحبنا كانوا بتكلموا أن فيه يقولك فيه راجل عجوز في المكان الفلاني في البناء الفلانية اطلع خده قبل ما نضرب المكان أنت متخيلة تقنية الموجودة عند الجانب الإسرائيلي أن هي تشوف عجوز قاعد في الدرر الثاني أو الثالث في الأحداث السابقة أنا مش مكلم عن الأحداث دي الأحداث دي هو يروا أطفال يلعبوا يضربوهم يروا مش عارف إيه يضربوهم دي كارثة حقية الجيش الإسرائيلي بتعمل بحاجة يعني بحاجة استرية حالة انتقامية حالة انتقامية من الشعب الغزي كله من الشعب الفلسطيني كله الآن لو أنت نظرتي لما يحدث في الضفة الغربية هو نموذج التطهير نموذج التهجير اللي بيحصل تطهير عرقي مش عايزين حد فلسطيني خالص وكل يهرب عاوما عايزين حالة هروب جماعي من الفلسطينيين إلى الحدود معهم مش جوه فلسطين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني زي ما الأخت تحدثت مع مرسلتكو دلوقتي الشعب الفلسطيني عنده حالة لن الناس معلقة في رقابتها مفاتيح بيوتها حتى هم قالوا أننا التهجير بتاعنا ليس يكون تهجير آخر للخارج سيكون تهجير للداخل إذا كنت 70% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مهجر من عرب 48 ومن الداخل الفلسطيني 70% من الأسر اللي احنا شايفينهم في قطاع غزة مهجرة من فلسطين نفسها فبالتالي دول عايزين يرجعوا مكانهم تاني مش عايزين يطلعوا من تهجير لتهجير آخر يعني يرفضوا هذا الأمر وبالتالي القيادة العربية ساعدتهم القيادة المصرية ساعدتهم في السبات بالمناسبة إذا كان هناك انتصار فيحسب ليه القيادة السياسية العربية بواجه خاص والقيادة المصرية ساعدتهم على هذا السبات طب خلينا لو تطرقنا لموقف القيادة المصرية لأنه التصريح اللي أدلى بيه السيد الرئيس مرتين مرة أثناء الاحتفال التخرج الكوليات العسكرية ومرة أثناء وجود أولف شولز لما تحدث المدة الطويلة اللي تحدث فيها خلاص يعني هو بدى واضحا أنه أنتو بتحيكوا مؤامرة قديمة جدا وبتتجدد كل فترة لأنه الحقيقة أنه كتير من القضاء الإسرائيليين كانوا بتحدثوا في تلفزيونات إسرائيلية وفي بعض البرامج أنه أمريكا تضغط على الرئيس المصري علشان ياخدهم شوية لحد ما نخلص طبعا ده كلام وما ترح في الصحف الإسرائيلية الأسر الشريد ما ترح هو عملية خلينا نكون واضحين عملية العوز اللي كان فيها الشعب المصري ودي الشعب المصري لن يبيه حتى لو كان مش لأياكم والقيادة المصرية تفهم طبيعة الشعب المصري ما هتحدث في الصحف الإسرائيلية أنهم هتأخذوا تلتمائة مليار تلتمائة مليار دول لو أنا حاكم مكان الرئيس السيسية بالمناسبة أنا وحد الناس كنت وفيت ده هم هيبى حتة في حتة في سيناء وناخدهم ده احنا هنسدد ديوننا وحيبقى معنا فلوس وحنبى دولة من الدول العظمى وحيبقى موجودة لكن ده نظرة قاسرة ده نظرة أنا معرفهاش اللي بينظر لها النظرة العسكرية دول لو جوم هنا هيبى حقوقهم إيه ما بعد ما بعد وده اللي صرح به الرئيس أنه هيحصل عمليات مقاومة فهتضرب إسرائيل فهنخش في قر هو القيادة العسكرية لما بتفكر سياسيا بيبى عندها نضج لما سيحدث بعد عشرات السنين يعني هو مش يصدر المشكلة لها دلوقتي وحي المشكلته الأنية ويصدر لأجيال جاية بعد كده بعد مئات السنين سيعاني منها وده نفسه اللي عمله السادات فيما قبله ومبارك فيما قبله أنه الطرح ده كان موجود لكن دائما القائد العسكري مدرك قيمة الدم اللي الدفع فيها أسيل لن يكون مش هتكفيه تريليونات المليارات من الدولارات مش هتكفي يعني دم شهيد واحد بس على هذه الأرض لن يكفيه أي كنوز الدنيا كلها لكن أنا بقولك أنا احنا بتكلم على النظرة الساقبة للقيادة النصية في هذا التوقيت أنا لن أجامل أحد ولا أستطيع نوع المجاملة بالمنظر أنا أستعيز أسأل حراتك فيه أنه القيادة السياسية يعني السيد الرئيسي لم تتكلم في هذا الأمر صراحة بقى خلاص يعني إحنا كنا صراحة ربنا إحنا أحنا تفاجأنا بالمناسبة إحنا كنا باللمح كل تفاجأة يعني أذكر أنه قبلها بيوم أنا كان في حلقة من الحلقات قلت يعني أن ربنا يحمي مصر من المؤامرات الخفية الخفية اللي حاش نعرفها لكن الرئيس صرح صراحة وهي دي اللي خلت الشعب يقف هذا الوقف رد الفعل الدولي على هذا التصريح يعني بالضبط كما لو كان حد بيقول لحد يعني أنا كاشفكه بس هتعمله إيه بقى علشان كده المؤامرات ستزيد في مصر يعني ده لابد نوعي بالشعب المصري المؤامرات من بعد تصريحات الرئيس ضد يعني أولا خلينا نقول أنه إحنا أول مرة نقول لأمريكا لا القيادة السياسية أول مرة تقول لأمريكا لا مش عاملة لا ما ينفعش لا الكلام ده ما يمشيش معنا مع الشعب كمان مش هنطلع رعاية إلا لما ندخل وهي دي الأمر الثاني بالمناسبة وبالتالي ما هي تبعات هذا الأمر يجب أن احنا كشعب بقى مش قيادة سياسية لأن احنا هنا احنا هنا مكان القيادة السياسية هو احنا اللي هندعم القيادة السياسية الشعب هو اللي يعرف الحقيقة دي أنه هتحاك بنا مؤامرات هتحاك بنا يعني تصل لمراحلة القتل أيوة ممكن تصل بنا لمراحلة القتل يعني ستحاك بنا كل المؤامرات سواء من دعم ناس يقوموا بمظاهرات من دعم ناس تعمل كذا من دعم من دعم وبدأ هالإخوان لما شككوا هنبيع وهناخد نسقط الديون لا خلينا نقول أن التشكيك في القيادة السياسية بيطلع من تصريح أو اتنوه والناس تبني عليه وللأسف المثقفين يلابد أن يعوا هذا الأمر ويوعوا به الشعب الأمر الثاني أنا حالة اللا دفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين بين السادة الإعلاميين والصحفيين الذين احنا بنعرفهم تربطهم علاقة طيبة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم نسمع لهم دفاعا واحدا لأن الدفاع بتاعهم مش موجود ودي مرحلة الاستفاف ودي مرحلة استفاف حقيقية من الشعب المصري وده اللي حدى كنت بتقوله حتى المعارضة المعارضة على أرضية وطنية بردو احنا كلنا على أرضية وطنية لابد أن نقول القيادة المصرية خدت موقف تاريخي للقضية الفلسطينية دي لن تنسا للقضية الفلسطينية ولا الفلسطينيين ولا الشعب المصري وبعد مئة سنة حندرسوا لولادنا في الكتب والمدارس ونقول لهم كان فيه رئيس عمل واحد اتنين ثلاثة وكان فيه ضغوط وكان فيه ضغوط قوية وكان فيه اشتعال في الغرب واشتعال في الجنوب وضغوط في الشرع ما يحدث الآن من الولايات المتحدة الأمريكية والبوارج اللي بتيجي وبريطانيا انت عندك أكبر خمس دول تدعم إسرائيل بأسلحة وبعتاد بيقولوا التصرحات الإسرائيلية بيقولوا احنا وصلنا ألف طن ألف طن أسلحة لدعم الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة الألف طن ده قتلوا بي انت بتتكلمي على ما اسقط على قطاع غزة من متفجرات ربع القنبيلة النووية ربع قنبيلة النووية ما تم اللي حصل فيه ان انت عندك تلتاشر ألف جريح وعندك أربع تلاف وشوي داخل على الخمس تلاف شهيد فيه من الشعب الفلسطيني منهم معظمهم نساء وأطفال وشيوخ بالمناسبة يعني إذن إسرائيل ما تقوم به هو من دعم غربي وللأسف الشديد الدعم الغربي ده مستقبلا أنا بقول ان احنا سننتصر في هذه المرحلة القيادة المصرية انتصرت تماما وما فعلته القيادة المصرية شكرا لها على هذا الأمر بقي دور الشعب المصري